الدنيا مقلوبة في قلب دول الاتحاد الأوروبي قاطبة رأسا على عقب بمجرد ما حسه أن الدب الروسي بيمتلك قدرات نووية في الفضاء من الممكن أن يتفجر الأقمار الصناعية وتؤثر عليها بما يؤدي في النهاية إلى التأثير على المعلومات والتواصل مع القدرات العسكرية والأسلحة العسكرية المنتجرة في كل أنحاء العالم والتأثير على القنوات الفضائية والتأثير على الإنترنت والتأثير على كل شيء في دول أوروبا إلى درجة أن أوروبا أصبحت محاصرة بالشكل داب ومجرد ما حسوا وعرفوا أن فيه معلومات استخباراتية لقاطتها الولايات المتحدة الأمريكية عن القدرات النووية الروسية دي بدأوا يعلنوا حالات الطوارئ لدرجة أن هم بدأوا يفكروا تفكير جد أن هم يعملوا درع نووي أوروبي يتصدى للدب الروسي الدنيا مقلوبة إلى درجة أن هناك اجتماعات لا تنتهي إلا لتبدأ مرة أخرى لمناقشة الخطر الروسي الجديد القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم معكم محمد عبدالهادي من قناة مصر مع الأسف هم ما كانوش عارفين قدرات العدو اللي بيحربوا ما هو أنت سيادتك في سبيل أنك أنت تحقق ثمة انتصار في مواجهة الخصم بتاعتك يبقى أنت لازم تدرسه كويس جدا لأن كنت لو ما درستش قدراته العسكرية اللي بيتميز بيها يبقى الطبيعي مش هتقدر تحقق ثمة نتائج إيجابية لحساب سيادتك اللي حصل أنهم تورطوا في قلب المستنقع الأوكراني بلا قيد أو شرط بناء على تعليمات الولايات المتحدة الأمريكية اللي غرزت أقدمهم في قلب أوكرانيا فتحولت أوكرانيا المستنقع ليهم سقطوا فيه حققت أمريكا ترى تربع نتائج رقم واحد نجحت في أن هي تشغل روسيا طويلا وتحاول أن هي تستنزف قدرات روسيا يبقى بدأت تقلم أظافر روسيا من وجهة نظر أمريكا في ذات الوقت اللي قلمت أظافر دول الاتحاد الأوروبي اللي كانت بدأت تؤرق مضاجع الولايات المتحدة الأمريكية في ذات الوقت اللي حققت فيه أرباح غر عادية من بيع الأسلحة بتاعتها لدرجة أن هناك إحصاءات رسمية بتقول أن 60% من الأسلحة اللي استوردتها دول أوروبا خلال السنة اللي فاتت بعد تفجر أزمة روسيا وأوكرانيا 60% من هذه الأسلحة جاية من الولايات المتحدة الأمريكية لا ده أكتر من 60% دلوقت حضراتكم منذ ساعات قليلة والكلام ده احنا هنخصص له حلقة كاملة تواردت أخبار نقلا عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية أجهزة الاستخبارات دي تقالت بالحرف الواحد أن روسيا بتمتلك قدرات نووية من شأنها التأثير على كل الأقمار الصناعية الموجودة في الفضاء يعني ممكن روسيا بضغط الزرار من غير تفجير أي أسلحة أو إطلاق أي نوع من الأسلحة من الممكن عبر أسلحة إلكترونية وهي تحت من غير ما سيادتك تشوفها أشبه بالأسلحة الكهرومغناطيسية زبزبات تنطلق على المستوى الفضائي النتيجة هذه الزبزبات تؤثر على الأقمار الصناعية وتفجرها قدرات نووية فضائية تؤثر على الأقمار الصناعية بالإضافة إلى طبعا فلادمير بوتين رئيس روسيا كان أصدر قرار بنشر الأسلحة النووية بتاعته على حدود بولندا وعلى حدود الدول الأوروبية من خلال دولة بيلاروسيا الحليف الاستراتيجي لروسيا بدأوا يحسوا أنهم في مواجهة خطر كبير جدا بدأوا يدركوا أنهم حققوا هزائم غير عادية في مواجهة روسيا وأن روسيا حققت انتصارات غير مسبوقة وأن الاقتصاد بتاحهم بدأ يتساقط وبدأ ينهار بدأوا ياخدوا المسألة بشكل جدي إيه اللي حصل حضراتكم؟ بدأوا يفكروا إزاي ممكن نواجه الخطر القادم خاصة وأن دونالد ترامب بالأمس اللي هو المرشح الرئاسي هدد بأنه هو إذا فاز في الانتخابات القادمة اللي بتستعد لها أمريكا فإنه لن يدعم دول النات الأخرى في حالة وقوع هجوم ضدها إذا ما استصمرتش ما يكفي في ميزانية الدفاع يعني أمريكا على الرغم من أن هي استنزفة قدرات دول أوروبا في مواجهة روسيا إلا أن دونالد ترامب بيقول إذا أنتم مخصصتوش ميزانية أضخم من كده وأفضل من كده كميزانية للدفاع كميزانية عسكرية في الحالة ديت لو حصل عليكم أي هجوم آسف جدا مش هدفع عنكم كاترينا بارلي العضو في الحزب الديموقراطي الاشتراكي اللي بيتزعمه ولاف شولتس اللي هو المستشار الألماني الحالي قالت أنه مع احتمال إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتعدة الأمريكية فإن درعا زرية أوروبية ستطرح على مائدة النقاش في أوروبا لازم نعمل لنا درع نووي يواجه الخطر القادم وهو أنت عندك فيه خطر واحد فقط لا غير قادم أولا من روسيا سبوكم من الصين لأن الصين هدفها اقتصادي في المقام الأول وبالتالي هيكون هناك تفكير جدي من أجل إنشاء وتأسيس درع نووي أوروبي حتى أن وزير المالية الألماني كريستيان لندر قال بالحرف الواحد من الضروري البحث في إنشاء قوة ردع نووية أوروبية بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا وهما القوتين النوويتان في القرى الأوروبية رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي روبرت بيرجر قال إن النقاشات اللي بدأت تشتعل حاليا وبدأت تشتغل على الساحة الأوروبية حوالين الردع النووي لها ما يبررها واعتبر إن النقاش ده حوالين الأسلحة النووية الأوروبية أمر مشروع في ظل الخطر الذي بدأ يتنامى من قبل روسيا شفته فلادمير بوتين بدأ يعمل لهم هسهس إزاي؟ على الرغم من أنهما كانوا بيدعموا أوكرانيا وكانوا بيقولوا بالحرف الواحد أسبوع أو أسبوعين هنحقق النصر المبين لا مش كده وباس هما قالوا بالحرف الواحد في لحظة من اللحظات ركك بس نفرض حزمة العقوبات الأولى العقوبات الاقتصادية الأولى على روسيا وروسيا هتقع وهنخرج الروبل الروسي من التاريخ الاقتصادي كله هنمسحه فرضوا أكتر من 10-15 حزمة عقوبات اقتصادية ولم يحققوا ثمت شيء النتيجة الطبعية إنهما بدأوا يفكروا تفكير جديد لا إحنا كنا بنحارب قوة أساسا لا يستهان بيها وإحنا استهطرنا فيها ولذلك بدأوا يفكروا في الدرع النووي الأوروبي ثم الراجل اللي هو رئيس اللجنة الأسكرية للاتحاد الأوروبي بيقول يجب على أوروبا إن هي تزود بشكل كبير جدا مساهمتها في ميزانية الدفاع وبعد ذلك سنحظى مرة أخرى بمزيد من الثقة من شركائنا الرئيسيين خاصة الولايات المتحدة الأمريكية يا جماعة احنا لازم نزود من ميزانية الدفاع عشان أمريكا تتبسط مننا جا تكون خيبة أنا مش عارف هي التفكير الغبي ده يعني فعلا لو عير صغير بيفهم في ألف باقي الاستراتيجيات العسكرية أو السياسية هيعرف كويس قوي إن أمريكا بتورطهم زي ما ورطتهم في البداية في أوكرانيا بتحاول تورطهم في حاجات تانية لأنك إنت لما بتزود ميزانية الدفاع بتاعت سيادتك إنت عندك المخازن اللي فيها الأسلحة بتاعتك الاحتياطية اللي استوك بتاعك إنت خصصتوا الأوكرانيا لدرجة إنه هما ما عادش عندهم أسلحة احتياطية أسلحة بيعينوها كده في المخازن بتاعتهم بحيث لو حصل طارق غير متوقع يخرجوها طيب ما فيش طارق كان متوقع طوال عقود مضت فالأسلحة بتاعتهم مركينة في المخازن نتاكل لذلك الولايات المتحدة الأمريكية عندها الخزين بتاعتها والأسلحة بتاعتها اتركنت في المخازن بتاعتها أيها كمان فعاوزة تشعل للموقف نتاكل لذلك ولاعوا الدنيا في مواجهة روسيا ثم تقدمت الصفوف في البداية في بداية أزمة روسيا وأوكرانيا وبدأت تدعم بالأسلحة آه احنا بندعم بالأسلحة فأخذوا من الاستوكات بتاعتهم خلصوها وبدأوا يتورطوا وبدأوا يغرقوا أكتر وأكتر في أوكرانيا نتاكل لذلك بدأوا يدوروا مش ملاحقين في عملية التصنيع العسكري من اللي عنده استوكات زيادة الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية حليف استراتيجي وصديق شخص جدا لكل دول أوروبا شو بيكو لبيكو انت عاوزين ايه عاوزين أسلحة بس أسعارها ارتفعت بسبب توترات الأوضاع الدولية وبالتالي احنا أسفين جدا ده احنا احنا كنا محتاجينها بس ما تغلاش عليكم خدوها بالسعر الغالي جدا اللي هو السعر العالمي نفس المسألة على مستوى النفط والغاز الروسيين البديل ايه لأنه كان كل دول أوروبا بتعتمد اعتماد كل وجزئي على نفط وغاز روسيا فهم قرروا عبر حزمة عقوبات اقتصادية احنا معدناش هنستعين أساسا بالنفط ولا الغاز الروسي لأن روسيا بتبقى لنا الكلام ده كله وتاخد من أرباحه وتحارب به الدول الأخرى ومن ثم تم الاتفاق على قرار مضمونه ما عادش لنا دعوة بالنفط ولا الغاز الروسي بدأوا يدوروا فين البديل يا جماعة أمريكا شبيك لبيك تحت أمركم يا جماعة بس خلي بالكم السعر ارتفع بسبب التوترات العالمية واحنا عاسفين جدا كان بيقولنا ان احنا نخدم وندعم أكتر من كده ستين في المية من الغاز والأسلحة كلها على بعضها كانوا بياخدوها من أمريكا كبديل وبالتالي هو البعيد الغبي ما بفهمش ما هو الكلام ده قاله هنري كيسينجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق لما سألوا عن إيه رأيك في طريق التعاطي قيادات أوروبا وقيادات الولايات المتحدة الأمريكية مع أزمة روسيا وأوكرانيا قال ان قيادات أوروبا مجموعة من المتخلفين عقليا اللي فشلوا في التعامل مع هذه الأزمة ده اللي قاله وهو ده فعلا اللي بيثبت يوم بعد يوم وبيحصل فعلا وبيتأكد يوميا البهوات بيطلبوا يعني رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي روبرت بريجر قال ان احنا لازم نزود المساهمات بتاعتنا في الدفاع ميزانية وزارات الدفاع الأوروبية نزودها على أساس ان الحليف الاستراتيجي بتاعنا يرضى عننا ويبدأ يتعامل معانا شفتوا حضراتكم المسائل وصلت لحد فين عرفتوا حضراتكم ان الدب الروسي هو الذي بدأ يستنزف قدرات كل الذين اعلنوا ضد الحرب في يوم من الأيام طبعا نتاج كل ذلك هم بدأوا يدوروا يفتشوا دفاترهم الأدمة على المستوى الاقتصادي المانيا تناقش انشاء مظلة نووية أوروبية على وقع المخاوف من اعادة انتخاب دونالد ترامب حتى الصين بدأت تراجع الخطط الدفاعية وأوروبا تتعامل مع المظلة النووية ما هي مخاوف القوى العظمة العالم تغير جدل واسع حوالين انشاء درع نووي أوروبي الدنيا بدأت تبقى بزراميط وبدأت الدنيا كلها تقع بقى دماغ كل قيادات الاتحاد الأوروبي ورغم ذلك ما بيتعلموش عاملين بالضبط زي الحيوانات التي لا تتعلم من التجارب بتاعتها طبيعي ان دية تكون نهايتهم اشتركوا في القناة